المزارع البحرين المزارع الشاملة تقوم بتربية الأبقار لإنتاج الحليب وتوفير اللحوم الإبداع والابتكار لا حدود له فالرغبة بالتطوير والعمل الدؤوب والمتواصل كان هدفا رئيسيا لدى المزارع جميل عيسى فهذا المزارع منذ نعومة أطفاله يعمل بمعاية إخوته في هذه المزرعة حتى أصبحت مزرعة كبيرة ذات نشاط متنوع وإنتاج غزير يمد السوق المحلية بمنتجات طازجة من المحاصيل الزراعية المتنوعة والحليب الطازج ولحوم الأبقار نحن قاعدين نطور وقاعدين نحن بحتى الشباب قاعدين أعلمهم أعلمهم على أساس أنهم بعد يأخذون التراث القديم لأنني من جدي إلى أبوي إلى أنا يعني حين أنا عمري من خلق من الدنيا في الدنيا على طول شغال في هذه المزرعة لأننا إحنا بس ما قاعدين نزاول بس عمل واحد إحنا ثلاثة نشاطات نشتغل فيها نشتغل في النخلة هالنشاط ونشتغل في الزراعة ونشتغل في الأبقار الأبقار حق حليب في البحرينيين نسوي منهم حليب واللي مجمع مبرة حق بس اللحوم كل شي نسوي يعني هاي مثل الخضروات البقي المابقي للتابل البغدونس السلك هذا كلها المفرة يعني وكلها بدور بحرينية ما نستخدمهم مبرة كل شي يعني أكثر بدورنا كلها بحرينية إحنا نسويها هنا في المزرعة مع شروق الشمس وحتى الغروب يلتقي الأخوة في هذه المزرعة ليقوموا بحلب الأبقار وقط في المحاصيل الزراعية وتوزيعها على نقاط البيع الموزعة في مختلف مناطق المملكة الحليب إحنا نريد جهة الجهة هي اللي يتصرف يسوون مننا الجبن يسوون مننا الزبذ يعني والله هو الدهن والروب وباقي بيعون حليب وإحنا نقعد نجهد كل جهدنا نسويه في رمضان نوفر حق المواطن أكثر من الأيامات العادية والله أنا نحن قاعد نطور في الأبقار أكثر من المزرعة أبغى أوفر لحوم ومثل ما تقولين الألبان هذه أوفرها كل ما أقدرها أزيد في هذه الأشياء يعني أحب أسوي هذه الأبقار أكثر أنا أحب صدق المزرعة والنخيل وكل شيء بس الأبقار أكثر أسوي يعني ما لللحوم وما للحليب المنتج تربية الأبقار وتوفير لحومها طوال أيام السنة لا سيما في شهر رمضان المبارك هو أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها هذه المزرعة التي يمكن وصفها بالشاملة والتي تعمل على تكتيف نشاطها ليكون لها مساهمة فاعلة في تحقيق أمن غذائي جيد وتواجد على مدار العام في هذه المزرعة تجد المنتجات البحرينية من الحليب الطازج ومشتقاته بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية المتنوعة والتي يتم طرحها في السوق المحلي بشكل يومي لتغطية احتياجات المواطن والمقيم بشكل كبير في هذه الأيام المباركة خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين